افتتحت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ناقشت الجلسة الإعدادة والتحضير لأعمال الدورة على المستوى الوزري الأربعاء المقبل برئاسة لبنان وتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود لمختلف قضايا العمل العربي المشترك وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر والقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وشهدت بداية الجلسة تسليم الرئاسة من الكويت رئيس الدورة السابقة إلى لبنان رئيس الدورة الجديدة يأتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية حيث سعت دولة الكويت خلال رئاستها واستشعارا منها بالمسؤولية إلى تقديم الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى ونشهد معها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وهنا تجدد دولة الكويت تأكيدها على موقفها الثابت اتجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تأكد الدورة 157 لمجلسنا المؤكر في ظل استمرار التحديات الجمة التي تواجهها منطقتنا العربية والظروف الدقيقة التي تحيط بها وبالإقليم سواء حالات التوتر التي تعيشها بعض دولنا العربية الشقيقة من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية أو مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها ولا زالت جائحة كورونا على مجتمعات العالم كافة أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي استجدت مؤخرا على الساحة الدولية وفيما يخص لبنان أن أزماته معقدة وهو يواجه التحديات من الخارج وفي الداخل